أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان بمناسبة عيد الأم عاوز أتكلم عن موضوع أمهات صنعنا التاريخ وإذا أردنا أن نعدد النساء اللواتي فعلاً تركوا بصمة تركوا أثر صنعوا شيء مميز عجيب في التاريخ هو النساء ولسيما الأمهات وطبعاً الأم هي مخلوق عجيب متميز فريد ولها أثر وبصمة مش بس على العيلة أيضاً على المجتمع إذا منرجع لكلمة الله في الوحي المقدس في العهد القديم منشوف أنه الله خلق آدم على صورته ومثاله ثم نرى أنه الله صنع حواء من ضلع آدم ثم قال ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معيناً نظيره وفعلاً خلقهما كما يقول الكتاب ذكر وأنثى بالتساوي هذه كانت إرادة الله وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ومع إنه الإنسان اتمرد على الله بالخطايا البشعة والخطايا المستمرة وهي عملية ضد قانون الله وضد الهندس الإلهية والبرمجة الإلهية في هذا الموضوع فالله طبعاً ضد تعدد الزوجات تعدد الزوجات يعتبر ضد شريعة وقانون الله كما علم يسوع المسيح في العهد الجديد وطبعاً الله يعني ضد فكرة الشواز ولسيما الذين يزوجون ويتزوجون رجال برجال أو نساء بنساء ففكرة الزواج المسيح مقدس عهد مبارك بين رجل وبين امرأة والرجل يترك أباه وأمه يلتصق يلتحم بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً وهنا لا يسعني أن أقول إن واحد من المخلوقات العجيبة الأولى هي حواء أم كل حي فرغم خطية آدم وحواء لكن الله حولها للخير لأنه كان بفكر الله الأزلي الأبدي أن يأتي الفادي أن يأتي المخلص من نسل المرأة في ملء الزمان حتى يقدم الخلاص الكامل ثم أحبائي في أيام إبراهيم ننتقل إلى سارة سارة زوجة إبراهيم هي أم المؤمنين التي ولدت ابن الموعد إسحاق ومن خلال إسحاق ولد المسيح ليكون بركة ليكون بركة لكل الشعوب ولكل الأمم ثم نقفز بالتاريخ نأتي إلى أيام عمران ويوكاباد والدي النبي موسى يكابد أم موسى طبعا التي بالإيمان كما يقول الكتاب وعدم خوفها حمت موسى وخبأته الذي يعتبر موسى الذي يعتبر أعظم نبي في العهد القديم إذ أخرج الشعب من أرض العبودية من أرض مصر وطبعا الله استخدمه أن يكون وسيلة لإعطاء الشريعة النموس والوصايا للشعب القديم ثم أحبائي نأتي إلى أيام داود داود الملك وداود النبي كان موجود في الصحراء وهناك أحبائي يعني كان على وشك يعني يعمل مذبحة أو مجزرة ولكن نقرأ عن واحدة اسمها أبي جايل أو أبي جيل التي بحكمتها وبفهمها منعت داود من حدوث أو إحداث مجزرة لإبادة بيت نابال الذي هو زوجها لأنه كان لئيم كان شرير وكان أحمق كما يقول الكتاب فهي منعت بحكمتها من أن يحدث مجزرة في أيام داود وماذا عن دبورة القاضية دبورة النبية والقائدة وهي أيضا كانت القاضية كانت تقضي لإسرائيل وأيضا يقول عنها الكتاب أمًا لإسرائيل هذه القاضية أحرزت انتصارات عسكرية على جيش سيسرة في كنعان والقصة موجودة في سفر القضاء الإصحاح الرابع وإصحاح الخامس أيضا ثم في العهد القديم نقرأ عن أم عظيمة جدا وهي المرأة الشونمية في أيام رجل الله النبي أليشع إن الشونمية أكرمت هذا النبي النبي أليشع وبالمقابل الرب أكرمها بابن أعطاها ابن وأكرمها أيضا بسبب الحرب اللي حدثت بإعادة أرضها وكل غلاتها بالسنين اللي تركت بلدها فطبعا الملك أرجع كل أرضها لأنها أكرمت الرب إنها امرأة عظيمة أم عظيمة أم عظيمة